موسيقى أهلا بكم بمشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم الحلم بجسم جميل أصبح غاية في حد ذاته والأعذار كثيرة لعدم بذل مجهود للحصول على هذا الجمال أو هذا الجسم وصار اللجوء إلى المكملات الغذائية أو مواد التخصيص أو الهرمونات هو السبيل السهل للوصول إلى تلك الغاية السؤال الذي يطرح نفسه على المشاهدين في هذا الشأن ألا يشعر المستهلك بخطورة هذه المواد على صحته ألا يشعر أن البائع قام بتحويله إلى مطية أو وسيلة للحصول على الثرق الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية حذرت مراراً المستهلك من شراء المنتجات الصحية والمكملات الغذائية عبر المواقع الألكترونية حيث أن هذه المنتجات المذكورة غير مصرح بها من قبل الهيئة الهيئة أكدت بأن لها الحق القانوني بمصادرة أي طرد يحتوي على المنتجات المذكورة والمستورد عن طريق المواقع الألكترونية في التقرير التالي المزيد من الإضاحات طرود تتوالى من الخارج ثملة بالأدوية وأشباهها تم شراؤها من الخارج عن طريق الإنترنت على الرغم من أن قانون رقم 18 لسنة 1997 بشأن الصيدلة يحضر استيراد الأدوية على شكل طرود شخصية إلا بوصفة طبية الهيئة الوطنية لتنظيب المهن والخدمات الصحية حملت على عاتقها مهمة مراقبة هذه الطرود بالتعاون مع إدارة الجمارك بوزارة الداخلية إذ يبدو أن الهيئة مجبرة على حمل الناس على الاهتمام بصحتها بدلا من أن يكون الأمر بديهيا وطبيعيا نستقبل البارسل بعد ما يحجزون إلينا الجمارك طبعا أي بارسل في أدوية أو هلث بروتكت سواء كان بيتامين أو أي شيء من هذه المجموعة يحجزون الجمارك تالي يرسلون إلينا إحنا هنا نستقبله والرتبة في الغرفة الموجودة هذه إحنا نسلم الطرود الشخصية يوم الاثنين والخميس من الساعة 11 إلى الساعة 1 إيجي لنا صاحب الطرد نفتح الطرد أمامه بعد ما نفتح الطرد أمامه نطالع محتوى الطرد إذا كان محتوى الطرد مسموح بدخوله أو لا الأشياء المسموحة بدخولها معظم الأدوية إذا كان موجود فيها وصفات طبية الفيتامينات العادية في استخدام أقل من ثلاثة أشهر أما بالنسبة إلى أدوية التنحيف وأدوية التبيض والهرمونات هذه الأشياء لا نسمح بدخولها حتى لو في حالة وجود وصفة طبية إليها تضطر الهيئة في كثير من الأحيان إلى رفض تمرير الشحنة نظرا لعدم معرفة محتوياتها كما أن كثيرا من المنتجات الصحية الأخرى كالفيتامينات يتم استيرادها كطرود شخصية تمنع نظرا لأن محتوياتها من الفيتامينات تفوق الجرعات المسموحة بها كمكمل غذائي وتتجاوزها لتكون بنسبة الدواء والبعض الآخر من الطرود يحتوي على منشطات أو هرمونات يتم منعها وهناك أدوية تستورد من بعض الدول مكتوبة بلغة غير اللغة الإنجليزية وبالتالي لا تستطيع الهيئة تمريرها الهيئة تطالب المراجعين بتفهم الإجراءات والتعاون معها في هذا المجال ونبهت إلى عدم الانخداع وراء الأسعار الأرخص أهلا بكم من جديد حول هذا الموضوع معنا في استوديو برنامج حديث اليوم الأستاذ نوال جعفر شعبون صيدلانية أولى بقسم تنظيم المواد الصيدلانية بهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية مساء الله بالخير مساء الله بالخير في البداية يعني البيع عن طريق الإنترنت اليوم أصبح حالة عالمية وهناك مواد أو بضائع عادية ناس كلا تشتريها من خلال مواقع معينة مواقع عالمية مصرح بها وهذه ما فيها مشكلة المشكلة فيه المواد الخطرة على الصحة اللي قد تهدد صحة الناس اللي من ضمنها أدوية التخسيس الهرمونات اللي تبني العضل بالنسبة للشباب بعض الأشياء المحفزة جنسية وما إلى ذلك كيف تتعاملون معها أستاذ عادة طبعا اللي يحب يطلب عن طريق الإنترنت إحنا ما نمنعها نمنعها ننصحها لأن أولا أنت الموقع عمو مضمون حتى لي يقولوا أنا أطلب عن طريق موقع مضمون ومصرح لكن هل أنت تعرف المواد الموجودة في هالمادة هالمنتج تعرف شون تخزن فيه مونتجات إحنا كدول عاطين مواصفات خاصة نطلبها حسب الجاو اللي عندنا مثلا الكحول فيه إحنا ما نسمح في الكحول المنتجات الخنزيلة ما نسمح طبعا في منتجات أنت ما تعرف هذه كل ما تعرفها غير العشبة نفسة أنت تقول لي أعشاب في نسبة تقول لي أعشاب أنت ليش تمنعينها العشاب ما تضر لا تضر العشاب لها نفس مضعفات الأدوية العادية تناصبك أنت ما تناصب غيرك أنت تأخذ أدوية عندك حال مرضية أعشاب معينة ما تناصبك العشبة نفسة أنت ما تعرف إشلول إن زرعت شلون تعامل شلون صنعت غير هذا ما في دراسات كلينكية عليها فما تعف مدى فعاليتها في ناس كي يقول لي أنا قريت عن الموضوع وصوت سيرج ما علي يعني احترام للدراسة التي تقرأ لكن أي دراسة تنزل لها أصولها هل فعلا تعرف أن الدراسة هذه الدراسة مستفيدة بشروط الدراسة الكليينكية يعني ممكن دراسة أنا أقراها هي دراسة فعلا تعب توصلي لنتيجة لنا بها المشكلة أن هذا الموضوع مو بجديد هذا الموضوع قديم يمكن في الفترة الأخيرة مع ظهور السوشيال ميديا والشراء عن طريق الانترنت زاد وأصبحت السيطرة على أكثر وفي الزياد الخطة صاعدي وفي حالات تحدث يعني بعضها تؤدي لمضاعفات بعض الناس دخلوا مستشفيات لا قدر الله ربما في دول أخرى أدت إلى حتى الوفاء متى حسيتوا أن المسألة بلد تصبح خطرة فعلا ويجب التحرق قانونيا هل في قانون يجرمها وأنتو عندكم سلطة القبض يعني أو سلطة تطبيق القانون طبعا في الهيئة قانون الصيدلة قانون الصيدلة ألزمت الهيئة بالتصريح للطرود الشخصية مثلا أنا أصارح للطرود التجارية لأي منتج صحي أو لأي دواء أنا أصارح للطرود الشخصية الطرود تردنا على طريق الجمارك إحنا الجهة كجهة سشارية يجيني شخص صاحب الطرد أنا أفتحي الطرد قدامه أو شوف المنتج إذا مثلا أشياء بسيطة ساعة تكون مثلا أوكي مكملات غذائية أشياء بسيطة فيتامين ما فيتامين كميات بسيطة وأنا أشوفها فيها خطورة ممكن أصرح فيها ساعة تكون له أدوية مصافر مثلا ياي أو أحده مثلا يتعالج بره وطالب أدويته إذا كان عنده وصفة وأدوية عادية كميات مطابقة للوصفة ممكن أصرح فيها في أدوية لا ممنوعة منع باطن عن طريق الإنترنت يعني في ناس حتى أدوية أدوية تطلبها عن طريق الإنترنت تقول لي أرخص حتى الأدوية أنا معرف شون تخزن شون صنعها هل هي مصنعة من الشركة الأصلية ولا من شركة ثانية فمثلا ما قلت لك إذا عنده وصفة طبية مطابقة وطالب مثلا مسافر يتعالج بره أو مثلا مسافر وماخذ أدويته معه فممكن في الجمارق بالتفتيش شاهده كمية كبيرة أو شكه في الأدوية يصادرونها عندك وصفة طبية بطابقة وكمياتها مطابقة ونفس الأدوية أعطيها ما فيها مشكلة ما فيها مشكلة لكن إذا فيها مثلا نينة واحد يأيب لكمية مثلا الهرمونات الحين الشباب ييبون عندك وصفة لا ما عندي وصفة أو حتى اللي عنده وصفة يعني هذه معرفة كمياتها محدودة كميات كبيرة تتبليها ما معلاج حتى اللي قالي في بعضهم تريني يعني وصفة لكن كميات أنا ما قدر أعطيها أشك فيها هذه بالنسبة اللي يشترم الخارج ويلا طرد وانتو يتم يعني فحص محتوى الطرد وبالتالي إذا وجدوا فيه شنو الأشياء الممنوعة المكملات الغذائية يعني إحنا مثلا نادوية التخسيس منتجات التخسيس شنو هي المنشطات ومنتجات التخسيس الهرمونات المهدئات صعبتلا يا أشد يقول ساعد على النوم غال أشياء الخطرة ما نسمح فيها من بات شنو الأكثر المتشارة هل ما للتخسيس التخسيس المبيضات هي موضة صايرة ظاهرة الآن التخسيس مواد التبيض في حبوب ترى نفسها أخذها عشان أو أبر يأخذونا عشان نغير لون الجسم خير ممنوعة المنشطات الجنسية خير أكثر شيء طبعا للداول وممنوعة طبعا هذه بالنسبة أستاذة مليبها من الخارج لكن نحن نرى اليوم في حسابات أو في يعني تفتح أي موقع لأي شخص حتى نحن كأفراد في حساباتنا في وسائل التواصل في ناس تدخل عليك وهذه الظاهرة صارت حتى بدأت تصير مثيرة يعني الغضب خلنا نقول صح تلاقي تنرفز الأواد بالعامية أنت تلاقي عشرة داشين عليك إذا بغيت تضعف إذا بغيت تنزل وزر وكثرتها الناس بتتجاهلها مرة مرتين لكن كثرتها مع كثرة الناس اللي تعرض عليك في ناس كثيرة وأنا عرف البعض قال خليش لا خلنا أجرب إذا أنتوا ما تتابعون مثل هذه الحسابات ما يتم مقفالها نتابعها يعني محاسبتها ملاحقتها قانونية نتابعها ونأخذها ونحولها على قسم الجرامة الإلكترونية وفي ذات الداخل وفعلا حالات كثيرة انضبطت وحكمت من الداخل أنا ما دخل الدواء عندي يعني ممكن يكونوا حساب بس ما قعد يبيع في البلد لكن إذا نفس الإحساب في الخارج والطلب منه ووصلني لا أخذ إجراء على الشخص اللي طلب ما على الإحساب شخص اللي طلب لأن الحساب ما أنا لا أحاسبة يقسم جرامة الإلكترونية إذا أنا طلبت ووصل أنتوا الشخص اللي طلبت تصادرون طلبية أو أيضا تقاضونها قانونيا الأقاضي قانوني إذا كان كميات كبيرة أنه ممكن يبيعها أو يسوقها لكن إذا كان استعمال شخصيتهم فقط يعني هو إذا استعمال شخص طبعا كميات بسيطة يأبا ما نعطي خيرا خيارا يا إنا راجع مكان ما طلب على الإحساب طبعا ورح يكلفه يا إنا أتلف ليا وإذا أتلف ثم أوقع على التعاهد إننا راح أتلف أستاذ رموال البعض يقول يعني شنو خطورة الموضوع خلني أجرب إذا ما فادني يمكن ما يضرني في ناس تتساهل في الموضوع خاصة ما يتعلق بالأشياء اللي تخسس يعني الضعف أو مثلا الشباب وهي موضح اللي يروح الجيم ويبي هرمونات تزايد وزنه نبي نعرف فعلا شنو خطورتها خطورتها أول ما نقل تهدد الحياة تصل لكهديد الحياة طبعا طبعا معظمها أنا أقدر أقولك 99% من أدوية التخسيس اللي تبع على الإنترنت مخشوشة مخشوشة بمادة اسمها سابيوتامين هاي المادة كانت دواء مصارحة من هيئة الدواء الأمريكية وكان موجود في البحرين يباع كدواب وصفة طبية وأطباء متخصصين بالاستعمال باللي يسمون البوست ماركتينج يعني الشركات أي دواء ينزل في العالم لازم فيه متابعة ما بعد التسويق ملزم الشركات تتابع المرضى وتابع الدراسات ما بعد التسويق شوف تأثير هايذا فيه سايد افكت هاية الدواء الغذاء الأمريكية اللي هي صرحت المادة من أول مرة أن توقف استعمال هاي ما تعلم بالتخصيص ما تتخصيص فحنش يصير وطبعا كان فعال أساسه نوع كان يسد مراكز الشهية في المخ في الواحد يسد شهيته فحنش يصير الغش يصير من هالمادة هاي المادة الثانية اللي يغش فيها طبعا بعد أدوية السكر فيه نوع من أدوية السكر اللي هي الضعف طبيعتها تذي يعني سايد افكت ما لا يضعف فياخذون هاي يحطونا في اللعشاب يقولك أن هذا دواء عشبي مدوى أنت لش يتمنعين ممكن تعرض المريض لأنه يصل ممكن يصاب بالسكر ولا شنو ممكن يصيده لا يصيده هبوط في السكر لأنه أساسا دواء سكر ممكن يصيد شهيته لكن أنت أساسا ما عندك سكر وبعدا في النهاية إذا أنا ما أصرح بالمادة الفعالة الموجودة في المنتج معنات أن الدواء مخشوش وإذا استخدمها الشخص لفترات طويلة نحيان تصل من ثلاث إلى ستة شهور هاي التخسيز مثل الهرمونات تصل لسنوات اللي بناء العضلات والأجسام هاي الأمور يعني هذي استمرارية استخدامها تهدد حياة الشخص أكيد لأن حتى العشاب الموجودة هاته أنت ما تعلم العشبة هذي هل هي فعلا التخصص ما في شرطة أو نقول ما في عشبة تخصص الزين السؤال يطرح نفسه أنتو تراقبون عن طريق الانترنت صح؟ لو أنا بسوي طلبية من خارج عن طريق الانترنت يتم مراقبتها ومصادرتها إذا وصلت للبحر لا أنا الطرود عادة توصلني عن طريق المنافذ الجمركية أنا هنا مسؤولية هنا لما يوصلني الطرد أتحمل مسؤوليته جميل وهذه غالبا الناس تسوي الطلبيات عن طريق الانترنت المشكلة الأهم هذه الأدوية موجودة في البحرين ومنتشرة في كل مكان الساعات يطلب عن طريق الانترنت ممكن مثلا موظف الجمرك يتشوفها علبة علبتين ومثلا مكتوب على مكامل غذائي يقول لنا أنا ليش أواقف على علبة علبتين يمشي لأيها هالعلبة والعلبة ترحي بيها في السوق أستاذة نوال في صيدليات موجود فيها هذه الأدوية الصيدليات أقول لك أكثر من حواج إذا ما كان كلهم يعني ما أبقل كلهم كثير منهم موجود عندهم في بعض المحلات التي تبيع الأشياء الصحية والأدوات الصحية وما إلى ذلك موجودة عندها هذه الأدوية التخصيص والهرمونات وما إلى ذلك موجودة أي واحد فينا اليوم الحين لو بغي أدوية تخصيص حتى ما لازم يروح للإنترنت يروح لأي حواج أو دي وبيلاقيها يعني هذه خطرها ترى معادلة نفس الخطر طبعا طبعا هي نفسها وغير مصرحة ونقول لك موجودة شلون تم بيح ليش ما يتم إيقاف فيها أنواع فعلها مصرحة هي مصرحة ممكن للسيدالي لا إذا فيها أحد يبيع بشكل غير قانوني قاعد يبيع مفاتيشين يرحون تشوفونهم يعني فيه ممكن يكون بشكل غير قانوني طبعا بس إنصاد يعني المفاتيش لما يروح يشوف لازم يشوف لأن الدواء هذا مصرح وليس مصرح أكيد يعني إذا شافه ممصرح طبعا يصادره ويتحول للنياب الحواج من يراقب وزارة الصحة لأن هذه الأدوية لا تكون معروضة تدخل تسأل تقول لها في عندكم أدوية مثلا التخصيص يقول لك وروحي بها من داخل لا تكون موجودة غير معروضة أنا لما أتينا مثلا شكوا على حواج أنا طرش من فاتيش مالي وفعلا يروح يسأل مثلا ممكن يدخل كزبون عادي إذا فعلا صادر عنا يصادر كميات ويتحول للنيابة فعلا عندنا أكثر من محل وآخرة كان قبل فترة حولنا محل للنيابة وحكم عليه بغلاق المحل يعني كان يبيع أدوية مخشوشة يبيع أدوية مخشوشة الآن شلون نقدر يعني هذه المسألة صعبة خاصة أن الفضاء الإنترنت واسع والأماكن اللي تبيع هذه البعضها أنت تذهب له بعضها هو يعرض نفسه عليك ولحوح في العرض أنا ممكن يكون عندي شيء من العقلانية غيري ممكن يكون شاب أصغر في السن فبالتالي لا ليش ما جرب أنا بأضعف كثير من البنات مثلا عندها مناسبة معينة قريبا من الزواج أو وهذه الأشياء خلنا نتكلم بالطريقة اللي ناس تفكر فيها بتتخرج من الجامعة حفلة تخرجتها بتضعف في فترة قصيرة كلش فتقول يعني شهرين شب يسوون أو شهر شب يسوي شلو ممكن نواجه هذه المسألة أستاذنا طبعية الناس الناس هذين تفهم أنه ما في شيء سريع ما في شيء سبيل تخصيص سريع أنا ممكن نصور رياضة من غير ماخد المنتجات هذه دع بعضهم حتى من غير رياضة يقول لك بدون رياضة ما في شيء سبيل حرق دهون كل ما تحرق دهون بمنتجات أو عشاف فهذا أكبر غلام يعني تسريع عملية الأيض تسريع عملية الأيض ما تخصص ممكن تزايد نشاطك زايد حركتك لكن ما تزايد ما تتخصصك فهي لا تنازم تعفل الناس اللي يخصص هي مواد داخل هذه الدواء ولا تخصص هي سيد ممكن أقول لك إذا ما نقشوه سيد شهيتك فقط فقط لكن أنك تحرق بس فينا سيقولون استخدموا أدوية وبالفعل حسروح أضحف أو أنه يحسرو حاعدة بس يسيد شهيتك أنا لمنتج يسيد شهيتك هذا ما أشك فيه كل منتج يسيد الشهية أعشاب يسيد شهيتك على إعلام الصفحة إذن هل فيه في السوق في الصيدليات بداء الآمنة طبية فعلا تساعد على عملية تنزال الوزن أو هذه نقول أن هذه شيء غير حقيقي هذه بيع للأوهام لا هي مو بيع أوهام يعني نحن عندنا في منتجات مصرحة هي عبارة عن ألياف كل شيء يصير مثلا لما إنسان يأخذها ينتفخ داخل المعدة فيتحس بالشبعة هذه المصارح فيها موجودة بعض الصيدليات موجودة بعض الصيدليات وآمنة وممكن ذهب إلى سبيل أنا كمواطن لأنا حين شلون أعرف أن هذه الصيدليات التي قاعدت أعطيني هو دواء آمن أو أن هذه واحد من المنتجات اللي موجودة في السوق واتباع بهذه الطريقة ممكن بكل بساطة وصف الدكتور أم لا شيء بالضبط أنا أنصح الناص أنها تروح للدكتور متخصص حتى لهذه المنتجات تكتب له أنا مخضر من نفسي حتى لوزني زائده شوي لأنه ينفعي ينفعك ما ينفعني أنا ممكن يعني حتى لهذه هذه لن مجرد ألياف لك أنتشون أنواع الأدوية التي قاعدت تأخذها هذه المرضية اللي عندك كل هذا لا دور فأنا أنصح الناس أنت حتى الأدوية تتخصص حتى لهذه أدوية البسيطة لأن أعتبر أدوية بسيطة منتجات بسيطة آمنة بسيارة الدكتور غير شيء إذا أنا أبي أخذ من الصيدلية أستشير الصيدلي في نفسه إذا أنا شاكة في دواء التخصص بكل بساطة أسأل الصيدلي عن تصريح الدواء غير شيء إحنا الموقع مالنا جميع المنتجات المصرحة بالبيع سواء في محلات الأغذية الصحية في منتجات مصرحة ببيع في محلات الأغذية الصحية وفي منتجات تبع فقط في الصيدليات منتجات التخصيص غير مصرحة لها بتاتا في محلات الأغذية الصحية فقط في الصيدليات في كلها اللي مصرحة لها الهيئة موجودة على موقعنا مكملات الغذائي جميعها شنو موقعكم؟ النشار اي دوت بي اتش يعني الآن أنا ما أذهب إلى حواج أو إلى أي مكان للحصول على أدوية أو أحشاب أو شايد تحسيس وما عنده خلفية العلمية إلى الصيدلية إلى الصيدلية وإستشارة الطبيب يفضل يفضل الآن في مشكلة أكبر من الشديد الناس ما تتجهي للدكتور الناس تلحق وراء مشاهير السوشيال ميديا الفاشنستات أو حتى مشاهير رجال أو نساء يأخذوا منهم نصائح وبعضهم دين يقول والله إحنا جربنا وإحنا كنا أكثر وزن وخلال فترة فقدنا الوزن وهو قد يكون بعضها صحيح وهو ما يدر أنه عند ربما يصدع أخطار قد يكون أصلا ما جربه وهذه الأشياء إعلانات مدفوعة بطرق غير مباشرة إعلانات حين اللي يدي عن طريق مشاهير السوشيال ميديا هذي أنتم ملاحظين زيادها هل فعلا هذه أحد أهم الصعوبات التي تواجهتكم طبعا لأن المشكلة أن أنا مثلا في حساب إنستجرام أبلغ عنا قسمة جرام الاقتصادية يستدعون الشخص يتفاهمون معه يحكمون عليه وقال أنزم واش يسألوا ثانيهم يقفلون للحساب يفتح الحساب ثاني يعني أنا أنا طابع كلما يكفر الحساب سوف يفتح الحساب يعني صعبة بعد يعني ماهما يكون أنا شكثر بطابع الإنسان لازم هو يحاسب نفسه وهو يوعي نفسه يعرف أن هذا ما في شيء عن يعني ما في حكومة في العالم يعني لازم واحد يعرف ما في حكومة في العالم تسمح أن منتجات تباع على الإنترنت منتجات صحية تقصدين منتجات صحية ولا أدوية أو أدوية ممنوعة مو بالمنتجات العادية الموجودة في المواقع العالمية المعروفة يعني طب أشياء رياضية ملابس وغيرها هذه لا لا أنا قصد منتجات صحية يعني تقصد صحية غير مسموح فيها عالميا عالميا غير مسموح فيها لأن أنا بيحي طريق الإنترنت يعني أي مشهور من مشاهي السوشيال ميديا أي فاشنستة تطلع تقول هذا المنتج جربوه أمانه على ضمانتي من هي يعني شنو خلفية العلمية شنو معرفتها كثير من الأصغار في السن تحديدا يعني الكلام وجههم في الغالب إن لا تنخدعون نقدر نوجه الرسالة أستاذي صح طبعا أنا أقول لا ينخدعون برهل السوشيال ميديا أنصح حتى المسافرين في مسافر مثلا مسافر يقول له واحد والله أنت راجع من البلد الفلان يبلي الدوال فلاني معاك فأكبر غلط لأن أنت ما تعب أنت بتيب الدوال ما تعب أن هل فيه مصارح له ولا ممصارح له ساعات تكون مثلا مواد مخدرة هو عنده وصفة كل شيء بس ممنوعة ممنوعة دخولها بغير وصفة طبية أي ما عنده وصفة يتورط فيها في مثلا ونصيحة ثانية حتى للأطباء فيه أطباء للأسف لما فيه الناس اللي تطلب عن طريق السوشيال ميديا الحين عارفين مثلا أو عن طريق حتى الانترنت مثلا عارفين أن هذا الدوال إحنا الهيئة نوقف خلاص عرفهم قبل ما ييني شنون يتحايلون يروح للطبيب وللأسف فيه أطباء يكتبون له وصفة بهذا الدوال ييبم عن طريق الانترنت يعني يبعى لازم حاسبة مثل هالأطباء حاسبة طبعا لأن هذي هم غير أمين على مهنته فيه شيء أخير فيه حين حين فترة الصيف لما الناس تسافر بالذات بعض الدول المعروفة تكثر فيه هذه المنتجات سوى أحبوب أو أشك ممكن يحطه مع مع أغراض الخاصة مع الصوغة وكان يايب تشاي يعني بنكهات المختلفة ومن ضمنها يكون بعض هذه الأنواع التي تستخدم للتخسيس وغيرها في بعض الأنواع العسل تستخدم للتقوية الجنسية ونقرأ ونبحث في هذا الموضوع في بعض الأنواع الكابسولات التي تأتي ويسحبونها ويستخدام حتى بالإبر لتقوية العضلات ونفخها أكيد لما تدخل في أغراض الشخصية في أمتعة ممكن تمر هذه الأمور هاي صعب دائما أنتم تقبضون عليها جاي عن طريق طائرة أو غيرها هاي لازم فيها التوعية الشخصية يعني خايف على نفسك على عائلتك تعدى عن هذه الأمور طبعا طبعا نحن يعني نحن دائما نقول لهم ما يبشي معاي وأنا ما عارف شونه قانوني ياناك تقرأ إذا عندك محتاج أدوية تشيبها في قنوات تواصل لأن في ناس كثير حتى يطلب عن طريق الإنترنت يطرش لإيميل عن طريق التواصل يتصلوا لهم فينا والله إحنا نبين يقول المنتج الفلان عندكم مانع فأنا أسأل لش شن المنتج اللي بتتيبة كمية اللي بتتيبة من وين بتطلبها هل أنت محتاجة ممحتاجة إذا موجود مثلا في البحران أنصحها قل والله موجودة ما تشري من قنوات الموجودة لا والله مثلا أنا أحتاج مواصفات خاصة شن المنتج اللي فيها إذا شيء آمن فيتامين ما فيتامين شيء بسيط أقول لهم أعلن ممكن تطلب لكن مثلا أنا أدوية بالذات أنا ما أنصح لحد يطلب عن طريق الإنترنترنتر أنت قد تمر من مسألة الجمارك أو المطار قانونيا غير محاسب لكن أنت صحيا بتضر نفسك بتضرش إذا كنت أعيب حق شخص آخر أنت بتشريش أرخص بس بتصرف على صحتك وبالتالي ممكن تعرض حياتك والآخرين للخطر في كلمة خيرة أستاذ نوات شكرا جزيلا على هاللقاء ويعني تكون رسالة وصلت للموضوع أتمنى حساس وخطر في الفترة الأخيرة شكرا جزيلا يعطي تلعب إذن مشاهديني يجب أن تكون يعني كل الناس أن نكون نحن على يقين بأن الغرض الرئيسي من جراءات الهيئة هو الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان عدم استخدام منتجات قد ينتج عنها أضرار صحية لابد أن نحذر هنا من الانجراف الخداع وشراء مثل هذه المنتجات من مواقع الألكترونية خصوصا أن معظمها تدعي بأنها علاجات وقد يكون لم تثبت علميا صحتها قد تكون غير مرخصة قد تكون سبب خطورة لا نلحق مشاهري السوشال ميديا لأنهم يقومون بإعلانات مدفوعة ولكن بطرق غير مباشرة هدفها الكسب والربح لكن مخاطرات قد تكون صحة نوحيات نشوفكم على خير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر